اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلم بكم النهاردة يوم مهم جداً مع خمة علمية كبيرة في عالم تأكبر وإنجاب الموضوع كمان مهم قوي الحقيقة الأورام اللي فيها حالة مرضية شديدة الأهمية لأنها شديدة التنتشار ولها بعض اجتماعي مهم جداً لأنه ورام اللي فيه كلمة مقلقة مقلقة حتى في الدراما لما بيجي سيناريو يكتبوه الدكتور في يعني اللي بيقوم بدور دكتور يعني إيه بلغ البطلة أنت عندك ورام اللي فيه خطة بتحصل وموسيقى تصورية بتعلى إيه يا ستة انت قال أنا ليه ده ورام اللي فيه ده ورام حميد ده كلاسيك في كل الأفلام ده معناها برضو أن ثقافة الناس في التعامل أو فهم الأورام اللي فيه أعتقد أنها محتاجة تطوير كبير كبير جداً الأورام اللي فيه لها بعض يعني اجتماعي شهير جداً من قام ما إحنا كنا طلبة وكنا مندخل ناخد راوند النساء ونشوف البنت اللي عندها 20 واحد و 20 سنة جاية بسفير أنيميا من النزيف العنيف جداً ومن الورام اللي فيه ورفضة رفض تام أهلها وهي أنها كانت تتعالج لأنها بقالها ثلاث سنين ولا أربع سنين بتشيكي من الأورام اللي فيها وتشيكي من النزيف ووصل الهيموجلوبين عندها مش عارف لكام وترفض أنها تذهب إلى الدكتور نيسا لأنها بنت وده معتقد في العقلية العربية أن طلاقة بنت أنها تروح إلى دكتور نيسا أو دكتورة نيسا أو توليد أو تأخر إنجاب ده شيء غريب يعني شيء غير منطقي البنت لسه ما تجوزتش تروح إلى دكتور نيسا ليه؟ ده في الداغ الناس لما شفنا وشفنا بقى حالات تانية تطوراً أنا بقول لكم التاريخي اللي أنا شفته أن بنت أو ست بقى اتجوزت وعندها وراملة فيها كثيرة جداً وخايفة برضو تكشف ودخلت المستشفى بمضعفات للورام اللي فيه وتحجزت وشفناها في الراوندات بسفير بين ألم شديد جداً طب إنتي ما كشفتيش ليه وما روحتيش قالت لي لا أنا خايفة لا يشيلوا الرحم لوارا من ليه في بماغ بعض الثقافات مرتبط بإنها سيقول لها الدكتور أو سيقوم بإزالة الرحم منها وطبعاً دي برضو أفكار خطئة شديدة جداً وغيرها وغيرها من الأفكار والمعتقدات اللي ارتبطت بيه الأورام اللي فيه وخصوصاً كمان تأخر لنجاب النهاردة إحنا هنفك الألغاز دي وهنتكلم على الأورام اللي فيه هذه الحالة شديدة للشهرة وطبعاً بلا شك سعادة كبيرة جداً لنكون الحوار مع قيمة علمية كبيرة ومع اسم تاريخي عظيم زي المركز المصري للأطفال النبيب المركز المصري فخر للأسرة العربية المصرية والعربية بل اسم عالمي قدير بقيادة أسماء عالمية ونفتخر بيها بلا شك ضيفاتي العزيزة اسم عالمي كبير واسم قدير هي طبعاً الأستاذ الدكتورة مونة بلغار أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب استشاري تأخر الإنجاب أطفال النبيب بالمركز المصري ودكتوراء أمراض النساء والتوليد استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكسر والجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد وجمعية المصرية للخصوبة وتأخر الإنجاب ضيفاتي العزيزة أهلا بك لنا حكيته ده على فكرة أنا فكره من سنة أربعة وتسين لأنني شفت الحالات دي لا أنساها وطبعا كانت صدى بالنسبة لي أنني شفت واحدة ستة عندها هم أولوبين ستة أو هم أولوبين سبعة وخمسة وجاية وبنت وبتاع لا يعني متوترين جدا هو عشان التسمية العربي غلط خالف يعني ورام ليه في الفعلا زي ما حضرتك قالت حاجة مرعبة بالإنجليزي هي يعني ده مش ورم يعني هي التسمية بتخلي الناس تتخط هو ورم حميد من عضلة الرحم كثير الانتشار يعني يمكن فوق الخمسين في المئة من السيدات في العالم عندهم أورام لي فيها وغالبا ما بيشتكوش بنكتشفوا بالصدفة كده عند فحص روتيني للسيدة فدي أول حاجة لازم نطمن العينين ونقول لهم ما تقلقوش يعني ده هاوية تسمية أنا حتى بقول لهم كده لما بيتوتروا قوي بقول لهم على فكرة تسمية بالعربي غلط بالإنجليزي هو مش ورم ولا حاجة دي أول حاجة وأهم حاجة نطمنهم لكن هو حقيقي ممكن يعمل شكوى رهيبة للمريضة أو للسيدة يخلي حياتها طبعا صعبة جدا ويعمل دخول استقبال طوارئ ونقل دمه طبعا أكيد هي طبعا الأوراق يعني أورام اللي فيها ما لهاش سبب لكن ليها عوامل يعني من أعرفش سببها هي مرتبطة بهرمون الأنوسة يعني صعب جدا تيجي البنوتة قبل الدورة ما تيجي وصعب جدا يظهر ورم جديد بعد انقطاع الدورة فبرضو ما نعرفش السبب إيه بالزبط ولكن هو مرتبط بهرمون الأنوسة فطبعا طول ما هي في العمر بتاع الإنجاب هي الأورام ممكن تكبر وممكن تبتدي تشتكي منها وممكن قوي الورم يبقى موجود ويفضل عمرها كله لم يتغير حجمه زي ما هو وما اشتكتش منه عمرها ما فيش قاعدة الورم حيتصرف إزاي فيه ورم يوعد العمر كله بنفس الحجم ولا تتأثر به وما تحسش به وما بيجبرش وفيه ورم تاني لأ يعني بيبتدي يجبر بيبتدي يضغط على تجويف الرحم يخليها تشتكي فيه ورم صغير قد جدهق بيعمل لها ألام ونزيف شديد لأن مكانه في الرحم جوه التجويف أو قريب جدا من التجويف ورم تاني كبير جدا طلع من برا ما تشتكيش منه خلص وما يتعبهاش في حاجة فهي الحقيقة ملهاش قاعدة وتعاملنا مع الأورم لفيه دايما بيكون على حسب شكوى المريضة تشتكي من إيه نتعامل لأنه مش لازم خالص أن أنا أي ورم ليه فيه أشوفه قدامي أشيله لكن على حسب هي بتشتكي من إيه من الناس الأكثر أورده طبعا غير نحي العمر معروف أن البشرة السمراء يعني الأفريقية هتلاقي فيها كتير أكتر وطبعا زي ما شرحت ما بيجيش لسن صغير قوي ولا يظهر واحد جديد ما بعد سن انقطاع الدورة أشهر الأعراض أي إطراب في الدورة وأشهرهم زيادة كمية وأيام الدورة أو اللي إحنا بنسميه نزيف مع الدورة كل سيدة بيبقى لها باترن كده هي عارفة هي عارفة بتقعد كم يوم وكميتها قدية أي تغير في ده كمية زادت عدد الأيام زاد ممكن يعني يرجح أن يبقى فيه ورم ليفي ممكن يعمل آلام برضو على حسب الموقع بتاعه لو عامل ضغط أو كده في الحوت طبعا لو موقعه في حتة زي تجويف الرحم المكان اللي بيغرز فيه الجنين ممكن طبعا يبقى فيه تأخر إنجاب أو ورم كبير أو يضاغط على الأنابيب ممكن برضو ده يمنع إن البوايدة تقابل الحيوان المنوي لكن غالبا هو أهم شكوى هي التراب في الدورة زيادة في كميتها وفي عدد أيامها كإزا نشخص بعضو ده طبعا التاريخ المرضي الفحص الإكلينيكي يعني أكتر وسيلة إحنا بنستعملها لموجات صوتية يعني إحنا كده كترة أمراض نسا ما نستخدماش عن السونار أبدا يعني بيقول لي كل معنوات أنا محتاجة أعرفها يعني مكانه وعددهم وحجمهم ومأثر على التجويف ولا لأ وأقدر أشيله بالمنظر الرحمي ولا المنظر البطن هل فيه مضاعفات حصلت منه ولا لأ ساعات بيبقى شكله بيتغير مع الحمل مثلا شكله بيتغير بيتحلل شوية بيعمل آلام جمدة جدا وتيجي العيانة حامل دخلة في الاستقبال في الطوارئ بتصوت وعايزة مسكن ويكون الورم اللي في مع الحمل هو السبب لأنه مع الحمل بيكبر حجمه كمية الدم اللي بتوصله بتقل فيبتدي النسيج بتاعه يتحلل فيطلع كيمويات مؤلمة جدا فالموضوع كله بيبقى عايز مسكناته وفيش حاجة تانية تتعمل كل ده هشخصه بشكله بالموجات الصوتية طبعا بنعمل فحصات عامة نتطمن صورة الدم هل فيه أنيميا بتعاني منها ولا لأ فيه أي ضاغط على الكليا أو على الحالب يعني دي الحالات بقى اللي هو بيبقى الحجم كبير أوي فبرضو وظائف الكلمة مهمة يعني دي الحاجات الأساسية اللي بنستخدامها يعني هو مرض يلعب مكان وجوده دور مهم فيه في توصيفه في الأماكن في كلمة أماكن دي مهمة أوي والأماكن وراها كلمة برضو مهمة هل ممكن مكان يكون أخطر من مكان أخطر ده حقيقي ده حقيقي إحنا عندنا يعني تأسيم كده تشريحي للورم على حسب مكانه وعلى حسب علاقته بتجويف الرحم هل جوه التجويف أو لامس التجويف ولا في العضلة فقط ولا من بر بالنسبة للخطورة بتاعت الشيل مثلا الورم اللي طالع من عنق الرحم ده بيبقى في شيل وبالعملية بيبقى أصعب للجراح لأن أنا في المنطقة دي ببقى قريبة من الحالب ببقى قريبة من الشريان اللي بيوصل للرحم فهنا جراحيا عايز يعني خبرة أكتر شوية وعايز الواحد يبقى عارف تشريحيا الورم ما أثر على إيه بالزبط الأورام اللي داخل تجويف الرحم دي مهمة أوي الجراحة يعني كتير منها بنشالها بالمنظر الرحمي لابد يبقى جراحة عنده خبرة لأنه البطانة بتاعت الرحم دي ده نسيج دقيق جدا ولو حصل فيه أي التهاب أو شيلته بزيادة ممكن البطانة تبقى يعني تروح تبقى غير فعالة بعد كده فلازم الواحد يبقى يعني حريص جدا هو بيشيل الأورام اللي فيها لداخل تجويف الرحم متى أتدخل بالمنظر؟ متى؟ وهل هو منظر بطن ولا منظر الرحم؟ احنا قلنا مثلا فيه أوقات ده وأوقات ده بالزبط كده الورم اللي جوه تجويف الرحم بنسبة كبيرة يعني أكتر من 50% من حجمه داخل تجويف الرحم جراح مناظير شاطر طبعا يقدر يشيله تماما بشكل آمن ودي ميزتها إن مفيش فتح بطن الإجراءات كلها عن طريق عنق الرحم بكاميرا بتدخل من تحت فمفيش فتح بطن مفيش عملية من البطن مفيش غرز فدي طبعا ليها ميزة كبيرة جدا ممكن الأورام تتشال عن طريق منظر البطن ممكن تبقى طالعة من العدلة أو طالعة من برة خالص وده طبعا بالذات يعني دلوقتي بقى فيه خبرة عالية وبقى فيه أدوات يعني بتساعد جدا في المنظر الجراحي جراح مناظير عنده خبرة يقدر طبعا يشيل كتير من الأورام اللي فيها بمنظر البطن ودي برضو ليها ميزة إن إحنا بنسمي ده minimally invasive surgery يعني ما فيش فق جرح كبير في البطن العملية مدتها أكثر ال recovery يعني بتقوم بعد العملية بشكل سريع من غير ما تتعب زي ما تبقى عملية فيها فتح بطن وفترة طويلة نقاها يعني في حالة تحتاج إلى تدخل جراحي غير كمان طبعا الأورام الكبيرة أوي اللي هي عددها كبير أوي طبعا وهنا ممكن التدخل الجراحي الجراحي يفكر إنه يشيل الرحم تماما لو دي سيدة يعني وصلت لسن أكملت الأسرة معاها عدد الأطفال اللي هي عايزة النزيف تعيبها جدا مأثر على حياتها العامة يبقى يجوز الأفضل الاختيار يكون لشيل الرحم تماما وهنا برضو الجراح بيشرح لها مزايا ده وعيوب ده وساعتها يجوز يكون أسهل وأفضل شيء للرحم إذا جاز لنا التحبير الأورام اللي فيها موجودة تقريبا في نصف ستة العالم فهي موجودة أكيد بنسبة كبيرة جدا في اللي عندهم تأخر إنجاب صح كده أو تتسبب هي نفسها بتأخرين ده حقيقي ده حقيقي طبعا هي أسوسيشن الأول علشان كل ما العمر بيتقدم كل ما نسبة وجود الأورام بتزيد فالسيدات اللي في أواخر التلاتينات وأوائر الأربعيانت نسبة كبيرة منهم عندهم أورام ليفي لكن زي ما حالك قلت آه في أورام ممكن تكون هي السبب زي الورام اللي فيه ورام خمسة سنتي جوة تجويف الرحم صعب جدا يحصل إمبلنتيشن يحصل غرز للجنين فأجواء فيها ورام ليفي كبير وحواليه طبعا بيبقى فيه شوية التهابات في البطانة بتاعت الرحم فده طبعا بيسبب تأخر في الإنجاب إمتى أقرر بأن أنا هعمل سواء أطفال أنا بيبقى وحق المجاري لناس لستة عندها غالبا الأورام اللي فيها بتبقى أسوسيشن يعني هي موجودة في سيدة عندها مشكلة أخرى قدت لتأخر الإنجاب يعني مثلا عندها أورام ليفي وعملت عملية أزالة الأورام اللي فيها من فترة والعملية تسببت في التساقات في الحود وده وارد على فكرة مع أي عملية في الحود مهما كنا حارسين والجراح كان متمكن ممكن قوي يحصل التساقات في الحود بعد عملية زي عملية أزالة الأورام اللي فيها في الحالات دي طبعا إحنا بننتظر شوية بعد العملية ولو ما حصلش حمل وحاسين أن الساقات تسببت في مشكلة في الأنبيب يبقى طبعا الأفضل لها أنها تعمل حقن مكهري في بعض الحالات تأخر الإنجابة الغير معلوم السبب يعني ممكن الورم اللي فيه صغير ومش مأثر على التجويف ومفيش سبب واضح آخر يفسر هي ليه متأخرة فدي ممكن يكون يعني أطفال الأنبيب برضو تفيدها أكتر يعني هل فيه عوامل معينة أو مالا صح يعني فاكتورز تزود نسب نجاح أطفال الأنبيب والحقن المكهري في حال وجود أورام اللي فيها؟ هو الحقيقة كل الدراسات اللي بحثت هل فيه علاقة ما بين الأورام اللي فيها وفشل عملية الحقن المكهري يعني ما وصلوش لاتفاق واضح ولكن كل ما عدد الأورام وحجمها يزيد في الرحم ممكن تأثر بشكل سلبي على النتائج فدي دول سيدات احنا بنعملهم فحص كويس بالموجات الصوتية نحدد العدد والأماكن والحجم ولو لقينا أنه الورم مش مأثر على التجويف ولكن في العضلة وعداتهم كبير كتير بننصح المريضة دي جوز الأفضل أن تتشيل الأورام الأول علشان ده ما يأثرش بشكل سلبي على نتائج الحقن المكهري طبعا الورم اللي الجوه التجويف ده بدون شك لازم يتشال لأن ده المكان اللي بيغرز فيه الجنين فده لازم يتشال الورم الكبير اللي طالع من برة ومأثر على متابعتي للتبويض بتاع المريض مش عارفة أشوف المبيض من الأورام اللي فيها المغطية المنطقة وحجمها كبير قوي وعملالها ألام في الحود وضغط في الحود وبعدين أنا برضو أنا بقى أعد السيدة دي إنها تحمل فأنا عايزة الحملة يمشي شهور الحملة تمشي من غير ما تبقى تعبانة ومن غير ما يبقى فيه مشاكل فلو في الحالة دي يجوز الأفضل لها أن أنا أشيل الأورام أولا قبل لما أبدأ معها برنامج الحق المجالي الحق المجالي ولا أطفال الأنابيب ولا يتفقوا ولا أتنين بتعملوا بالنسبة اللي عندهم هي الفكرة يعني هي تسمية اللي اتنين هو الإخصاب المعملي الحق المجالي بنلجأ ليه أكتر لما يكون فيه مشاكل عند الزوج وأطفال الأنابيب لما تكون مشاكل أكتر عند الزوجة نتيجة الإنسداد للأنابيب أو كده لكن هما الاتنين مسمى للإخصاب المعملي في أكثر الأخطاء شوعا في التعامل مع الأورام اللي فيها بمختلف أنواح شوية برضو التصرع في العملاء يعني آه يعني أنا يمكن أنا عشان تخصوصي تأخر الجاب فبقى الآن قوي على الرحم وعلى الأنابيب وعايزة أحافظ على خصوبة السيدة دي والآنسة دي بأي طريقة فبالذات بقى لو كانت غير متزوجة أو لسه في أول الزواج أنا عايزة على قد ما نقدر نحافظ على الأجواء زي ما هي وأنا عارفة أن أي تدخل جراحي ممكن يأثر بشكل سلبي فدائما أبدا إيه يعني نتريف كده وما نستعجلش في أن إحنا ناخد قرار العمل إيه ونسأل دايما المريدة على الشكوى وعلى إيه اللي تعبها إيه أكتر حاجة تعبها بحيث أن لو أنا اكتشفت من التاريخ المرضي أن أكتر حاجة تعبها مرتبطة فعليا بالورم لا ساعتها بنصح أنها تشيله يعني لكن لو مش عمل لها شكوى مش مأثر بشكل ما يبقى حقيقي مش لازم أن أنا أتصرع أو يعني أنصحها بعملية إزالة الورم اللي فيه هل هي أنهية القصة ولا قد يعود الورم اللي فيه مرة طبعا ممكن يعود السيدة طبعا زي ما قلت فيه يعني فيه أجناس زي الأفرقى وكده دول عندهم استعداد الأورم بطبعتهم شوية عامل وراسي تلاقي الأسرة السيدات اللي في الأسرة دي كلها عندهم أورم لفيا هتحكي لك تقولك ماما وجدتي اللي اتنين شالوا الرحم لأن كان عمل لهم مشاكل الأورم لفيا كانت عمل لهم نزيف وكده فطبعا ممكن بعد شالهم يرجع تلك فعشان كده الواحد لازم يعني لما ينصحهم بأنه هما يجروا يبقى حريص شوية يعني لأنه هورمون الأنوسة موجود وست طالما عندها هورمون الأنوسة إذن هناك فرصة لرجوعه لذلك جملة مهمة جدا وذلك في الثقافة الثقافة اللي احنا بنترحها من خلال موجود حضرتك معنا واللي قد يستفيد منها الكثيرين مش بس للمرضى مش بس للأسر اللي بتعاني بنتهم أو زوجته أو أخته من أورم لفيا لا ده الشباب الأطباء الجيل الجديد اللي جاي من الأطباء إنه هو يتخلى من العمترية الجراحية ده تعبير أنا اللي ألفته العمترية الجراحية دي اللي أنا عايز أعمل عايز أشتغل عايز أدخل أنا واثق في إن أنا إيدي مش لا لازم يبقى فيه تريس ولازم يبقى فيه حكمة لأن دكتورة مونة هانم قالت جملة مهمة قوي قالت إنك لازم تقيم الحالة وتبص تشوف شكوة المريضة إيه شكوة المريضة إيه التي تقودك مش ثقتك في قدراتك الجراحية ورغبتك وعن تريتك بإنك تعمل جراحة وقلاص صح كده؟ ده مزبوك أنا حطيت إيدي على جرح ده هاي عورتي وشرحتي أشكرك ضعيفات العزيزة واحدة من سوبرستار ميجاستار هذا المجال أستاذ دكتورة مونة بلغار أستاذ أمراض النساء والتوليد بكل الطبي جماعة القاهرة استشاري تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب بالمركز المصري العريق لأطفال الأنابيب وصحب الدكتورة أمراض النساء والتوليد من الأصر العيني استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد والجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاسر والجمعية الدولية للموجات الصوتية والجمعية المصرية للخصوبة نوارتي أشكرا، أشكرا خليكو دايماً بعدها سبحانه الخطأ في التجميل مش مجرد في رأيي أنا كمش محترف خطأ شكلي لا أكيد في وظيفة حصى فيها خلل طالما التجميل ما تمش كما ينبغي عند متخصص في التجميل العضة ممكن تطلع مش مظبوطة تعمل لي مشاكل في الأربطة اللي مسكة السنة نفسها وتعمل لي تهتك فيها فتعمل لي تأكل في العضم اللي حواليني السنين أدي حاجة الحاجة التانية أنها تعمل لي حملة على مفصل الفك الفك بتاعنا فالحملة على مفصل الفك ده يبدأ يعمل لي خشونة في مفصل الفك يتبعه الترقعة وبعد كده الخشونة تزيد يحصل تأكل في مفصل الفك نخشك مشاكل زي زراعة مفصل الفك وقصص كبيرة جداً وأنا رايح في الآخر ايه؟ أعمل تجميل